وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبطات بلغت 165 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 65 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تمضبط 98 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 761 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تمضبط 27 قضية بمضبطات بلغت 151 طن أقمح محلية